منا ولاية أطلانتا الأمريكية الخبير تكنولوجي أيمن عيتاني أستاذ أيمن مساء الخير وأهلا بك معنا خلينا نبدأ من السؤال المباشر اللي بيدور في أذهان الجميع الآن ما هذا التخبط اللي بتعيشه منصة نتفلكس اليوم وناتج عن ماذا؟ المشكلة الأساسية اللي عند إيها نتفلكس مش مع موظفينا المشكلة الأساسية اللي عند إيها نتفلكس هي زيادة عدد مشاهدين لأنه اللي أول مرة بتاريخها فيه انخفاض كبير بعدد المستخدمين بنتفلكس وهذا بيأثر عليهم فمنشان هيك هني لح مضطرين يوسعوا نطاق المضمون يلي بيناتجوا ولا يلا استقطاب عدد أكبر من المستخدمين يلي اليوم ما بينضموا لنتفلكس لأنه ما بيهمون كتير المضمون الموجودة على نتفلكس بس هني بيعرفوا المؤسسة لأنه صار في عندهم شوية مشاكل قبل هلأ فيه كم مضمون فيه يلي الموظفين عملوا مشكلة فيه قالوا هيتركوا وهددوا في شوية مشاكل داخلية فهني ويعين أنه إذا نحن ما نكتر على المشاهدين بدنا نوسع نطاق المضمون يعني حيعلنا مشاكل أكتر وأكتر داخليا فأخذوا خطوة جذرية واضحة أنه نحن حنوسع نطاق مضموننا عم يكون واضحين معكم من الأول وإذا مش مرتاحين نحن ماشيين بخطة موصلة المضمون يعني ما معنى أستاذ أيمن لأنه البعض يرى أنه قد يكون السبب الرئيسي ما يحصل هو بالفعل المحتوى أنه في قصور في المحتوى أو أنه المحتوى غير كافي أو غير متناسب مع المنفسة الكبيرة اللي بتشهدها نتفليكس من منصات أخرى ديزني بلاس أو أتش بي أو أو يعني كثير من أمازون برايم أو غيرها من المنصات اللي بدأت أن هي تدخل حتى في مجال الإنتاج وتعمل أعمال بتلقى نجاحها جماهيري طبعا بالإضافة لأبل هلأ كمضمون مثلا فيه مضمون مثلا بشكل سياسي على نتفليكس بس يكون باتجاه معين أكتر من اتجاه تاني فهن اللي يكون فيه عدد أكتر الناس بيعملوا كل الانتقاط السياسية بيعملوا أكتر هذا واحد اتنين اجتماعيا كل واحد منا نحن مرتاح بطريقة معينة يعني طريقة عيشتنا كيف بتكون فالمضمون نحن اللي نحضره حسب بيئتنا وحسب نحن الشربيانين نحضر هالمضمون ففي مضمين إذا كانت موجودة بتزعج بيتركوا أو إذا كانت موجودة حابين يحضروا بش موجودة كمان بيتركوا فمنشان هيك كان يبس يوصفوا عن قيم الاجتماعية أو الدينية؟ قيم الاجتماعية الأخلاقية الدينية فهون اللي يوصحوا لنطاق المضمون ليكون فيه لعدد أكبر من الناس اللي يصير تلواحد هو شو قيمه وإهتمائته الشخصية موجود فيه لكشأ بنتفلكس موجود بس داع تل عمرك موجود أستاذ أيمن اللي دلوقتي أصبح يؤثر على نتفلكس؟ يعني هذا الأمر هذا التوسع هذا التنوع كان لطالما بدأته نتفلكس من سنوات طويلة ليه دلوقتي أصبح يمثل مشكلة بالنسبة لها؟ سؤالك بمحله لأنه فيه منافسة كتير كبيرة من عدد كتير كبير من مؤسسات وهيديك المؤسسات مرتاحة مادياً وفيها تنتج مضمون لأنه كل اللعبة هلأ مضمون مين عنده المضمون اللي اختلف يلي مساعدة نشترك فيه يعني عندك ديزني بلاس وعنك ماروان بلاس وعنديك بالمنطقة عنا فيه كتير يعني ففيه كتير مؤسسات يلي بتنافس نتفلكس على هلأ مضمون فمنشان هيك يعني عندي البيت عندي عندي أربع اشتركات لأنه فيه شي أنا بدي أحضره في شي زوجتير بدي تحضره بس موجود بغير منصة والليدي بدي أحضره بمنصة تالتة فهون بتلاقي إنه الموضوع المضمون فمنشان هيك هالمؤسسات التانية ففيه الواحد يرتاح من دون نتفلكس يروح على محل تاني فهون هذه الأزمة عم بسير موجودة هلأ هل شايف أستاذ أيمن أنه نتفلكس تقدر أنها تمر أو تعبر من هذه الأزمة وتستعيد المتين ألف مشترك غدروا المنصة وقدوا إلى انخفاض في أسهمها الأول مرة برغم أنه نتفلكس كانت لطالما اعتبرت أنها حصان رابح بالنسبة لكثير من المستثمرين حتى في فترة الفنديميك أو في الجائحة كان نتفلكس استثمار شبه مضمون بالنسبة له على نتفلكس كانوا أساسين ما في خوف كتير بالأمد الطويل بالأمد الأسير الشوية لأنه إنتاج مضمون على منصة مثل نتفلكس مثل الأفلان بده ياخد ستة شهر، ثمانتة شهر، سنة فإذا هني اليوم عم بيغيروا بدنا تاخد وقت لليكون في هالإنتاج موجود على المنصة وللناس هل ترجع تنضم لألو ففي المدى القصير حيكون عندها شوية مشاكل شوية أكتر بس المدى الطويل لأنه هني عم يدفع وكين سنين 17 مليار دولار بس إنتاج مضمون طيب أخيا شاهدنا أيضا وتابعنا فيه خطاب شديد اللهجة مع الموظفين على ما يبدو أنه فيه بعض الموظفين وهم غير مرتحين لسياسات نتفلكس أو توجهاتها مؤخرا هل هيكون أو هنشط صراع داخلي داخل المؤسسة وهل ده ممكن بالفعل يؤدي لهزة في ثبات أو في أداء المؤسسة أو المنصة بالتغيير بالتغيير يلي عملوه هلأ أكيد فيه قصة الوظفين لا يترك مانو مرتاحين يعني كتفكير طويل تفكيره ما بيرتاح لهالنوع الخطاب هذا واحد الاثنين في ناس بيقول لك أنا ماني مرتاح بس قلينو انتدر شوية سبت الشورت وانتدر شوية شوف شو بيصير وبعدين بيقرروا بس هي نتفلكس مؤسسة كتير كبيرة وفي كتير ناس بتستمنى أن تشتغل مع نتفلكس فالناس اللي بتترك هو تيك توك لأنه تيك توك عدد المشاهدات عليه هائل عالميا بس ما بيدفعه أبدا على مضمون المضمون كله جاي مني ومنك فهن الواسطة نتفلكس وديزني وغيرها مضطرين يحطوا مليارات كل سنة لا استخدامها الناس تيك توك هو الرابح الأكبر لأنه عم نقضي وقت عليه شوفنا انتفلكس كمان بتبحث عن فكرة دخول الإعلانات وتخفيض الاشتراكات اللي هتتضمن إعلانات كلها من أجل زي ما حضرك قلت تخفيض التكلفة لتنافس البدائل الأكثر يعني الأقل تكلفة وحتى أنا هلأ بزيارة أصيرة بأميركا عم شوفنا نتفلكس في عندهم فيديو قصير عم يكون فيه نوع فيديو قصير بعضهم أنه موجود بالمنطقة عنا في البدائل العربية نوع فيديو قصير ليكون كمان استخطاب للناس اللي بدون شي صغير يحضروا بسرعة ويقضوا وقت عليه مثل عم يعملوا على تيك توك وعلى يوتيوب شورتس بشكرة جزيلا من أتلانتا الأمريكية الخبير التكنولوجي أستاذ عيمن عيتاني شكرا لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر